السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميع رح نلقي أول شي نظرة على عدد الحالات في ألمانيا مع ارتفاعها المستمر ووصل الانسيدنس فيات الآن إلى 72.1 عدد الحالات الجديدة المسجلة 10303 وعدد الوفيات 22 طبعا الاعتماد على الانسيدنس فيات الآن رح يتراجع تدريجيا ورح يحل محله الاعتماد على عدد الأسرة المشغولة بمرضى هذا الوباء في المشافي لعديد من المقاطعات يعني ستعتمد الآن على هذا النظام علما أنه نلقي نظرة أيضا على عدد المطاعمين عدد المطاعمين في ألمانيا بشكل كامل الآن وصل إلى 60.1% إذن تقدم يعني لأخذ جرعتين أو جرعة من جونسون ان جونسون بينما الحاصل على جرعة واحدة فقط لحد الآن في ألمانيا 64.9% نلتقي الآن لبعض الإجراءات التي يتم التخطيط لها الإجراءة الأول في مقاطعة بيان تحديدا دون المقاطعات الأخرى نعرف أنه كان هناك فرض لاستخدام كمامة الـ FFP2 حصرا البيضاء طبعا في وسائل النقل العامة على سبيل المثال بينما في بقية المقاطعات يمكن استعمال الكمامة الطبية العادية نعرف اللونة أزرق هاي ولكن في مقاطعة بيان تحديدا كان تم لحد الآن فرض يعني الـ FFP2 والآن ماكوز زودا رئيس وزراء مقاطعة بيان أعلن أنه سيقوم يعني ربما بإلغاء هذا الإجراء والعودة بالسماح باستخدام الكمامة الطبية العادية بدلا من كمامة الـ FFP2 طبعا يجب أن توافق أيضا حكومة المقاطعة وبرلمان المقاطعة ربما على هذه الخطوات التي سيتم ربما الإعلان عنها بشكل رسمي في الأيام القادمة على مستوى الألمانيا كاملة والحكومة المركزية فالحكومة المركزية عم تدرس الآن إمكانية تطبيق قاعدة الـ 3G-Regel في وسائل النقل في القطارات وحتى في الرحلات الجوية داخل ألمانيا على مستوى دولة ألمانيا الـ 3G-Regel نعرف أنه إما مطاعم بشكل كامل أو أصيب وشوفي ليس أخدم من 6 أشهر أو لازم يكون معك اختبار سلبي جدا مهمة هاي النقطة والاختبار السلبي نعرف لا إداعش عشرة لا تزال مجانية وبعدها كل شخص يجب أن يدفع من جيبه بمعنى اللي يبدو يسافر بعد هذا التاريخ إذا تم فرض هذه القاعدة لازم تعمل أول شيء اختبار سلبي على حسابك الشخصي وبعدها يمكنك السفر بالقطار إذا تم اعتماد هذه القاعدة اللي عبيتم الآن يعني دراسة فرضة الآن على وسائل النقل والطيران داخل ألمانيا رح ننتقل الآن للموضوع التالي وتسريبا عن وكالة الأنباء الألمانية لديش بخيسة أجنتوه عن مدى رفع مساعدات الجوب سنتر أو المسمات أيضا بحاد سفير ابتداء من عام 2022 منعرف أنه في العوام الماضية اللي عحظنا بشكل دائم عبيتم يعني كل سنة رفع مساعدات الجوب سنتر بمقدار معين حسب الأعمار حسب الفئات ولكن التسريبات الآن هي عن رفع بسيط فقط في مساعدات الجوب سنتر مقارنة مع الأعوام الماضية رح نشوف الآن بأي مقدار سيتم الرفع ونقارن حتى مع العام الماضي فبالنسبة للأشخاص رح نشوف الأرقام رح أحاول عمل لكم جدولة حط لكم إياه هون كمان يعني نشوف المقارنة في هذا العام أو ابتداء من العام القادم 2022 بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون لوحدهم هي الألينشتيند يرتفع المساعدة بمقدار 3 يورو فقط من 446 إلى 449 علما أنه في العام الماضي يعني من 2020 إلى 2021 ارتفعت المساعدة من 432 إلى 446 بالنسبة للأشخاص المتزوجين أو الباتنا اللي يعيشين مع بعضهم رح يرتفع أيضا بمقدار 3 يورو فقط ارتفع المساعدة من 401 إلى 404 بينما في المرة الماضية ارتفعت من 389 إلى 401 كانت الزيادة أكبر في السنة الماضية الآن بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في بيوت أهليهم ولكن يعني فوق السن القانوني من 18 إلى 24 كمان بمقدار 3 يورو فقط من 357 إلى 360 بالنسبة للفئات العمرية الأخرى رح نشوف الآن من 14 إلى 17 رح ترتفع المساعدة بمقدار 3 يورو فقط من 373 إلى 376 الستة للتلات عشر سنة من 309 هون الزيادة بمقدار يوروين فقط إلى 311 والسن يعني الصفر منذ الولادة وحتى الخمس سنوات من 283 أيضاً من مقدار 2 يورو فقط إلى 285 إذن الملاحظ أنه حسب هذه التسريبات فالزيادة هذه السنة تتراوح بين 3 يورو و 2 يورو هي زيادة بسيطة مقارنة بالعام الماضي علماً أن هذه الزيادة ستكلف الآن الحكومة الألمانية بمقدار 190 مليون يورو إضافية كل سنة بسبب هذه الزيادة وسيتحمل الحكومة المركزية يعني مقدار 180 مليون يورو منهم و 10 مليون فقط للبلديات يعني حسب كل مكان في ألمانيا وبدأت الانتقادات الشديدة بسبب أن الزيادة هذه المرة ببدأ من العام القادم ستكون زيادة بسيطة مقارنة مع العوام الماضية وخاصة أنه مستوى التضخم عبيرتفها الآن في ألمانيا ففي الشهر الآن السابع مستوى التضخم في ألمانيا وصل إلى يعني الإنفلاتسيون صغعت إلى 3.8% وهو يعتبر رقم كبير عبصير في تضخم يعني الأشياء عبتغلها المواد الاستهلاكية لنحن المشترية بينما مقدار زيادة المساعدات الآن تعتبر يعني بسيطة وخجولة قياساً بالعوام الماضية علماً أن هذه الأرقام ليست نهائية والحكومة الألمانية يجب أن توافق على ذلك وتصدر قرار بعدها باعتمادها حتى يعني مطلع العام القادم نعرف تداء من 1-1-2022 بعدها سيتم ربما اعتماد هذه الأرقام فشو رأيكم بمقدار الزيادة الخجولة هذا العام في مساعدات الجوب سنتر ننتقل إلى الموضوع التالي مهمة الجيش الألماني في إجلاء المواطنين الألمان والأفغان ومواطنين دول أخرى أيضاً من أفغانستان انتهت وعادت القوات الألمانية وأيضاً بطائراتها إلى القاعدة الجوية في فونستو في مقاطعة نيدا زاكسن ورافقتهم في الرحلة الأخيرة أيضاً وزيرة الدفاع الألمانية يعني ذهبت إلى تاشقند في أوزباكستان وهناك يعني رافقتهم في رحلتهم الأخيرة للقوات الألمانية باتجاه ألمانيا والقاعدة الجوية علماً أن في عملية الإجلاء هذه الآن تم إنقاذ 5347 شخص 500 شخص منهم من المواطنين الألمان وحوالي 4000 شخص من المواطنين الأفغان والباقي من دول أخرى يعني ألمانيا ساهمت في إنقاذ العديد من المواطنين دول أخرى وخاصة دول أوروبية حوالي 36 دولة يعني من جنسيات مختلفة ساهمت أيضاً في إجلائهم من أفغانستان ولكن بقي أيضاً في أفغانستان بعض المواطنين الألمان فعدد المواطنين الألمان الذين بقوا في أفغانستان يقدر بحوالي 300 شخص ممن يحمل الجنسية الألمانية وأيضا القوى المحلية اللي يتم الحديث عنها بشكل دائم لم يستطيعوا إجلاءهم جميعا وهناك قائمة لدى وزارة الخارجية الألمانية عليها لا يزال حوالي عشرة ألاف اسم يجب أن كان من المفروض أن يتم أيضا إجلاؤهم ومع ذلك الحكومة صرحت بأن كل من اسمه موجود على هذه القائمة والذي قد يكون أيضا غادر أفغانستان باتجاه دول مجاورة سيسمح له بالسفر إلى ألمانيا ويعطاء بيزر نعرف تم الإعلان عن مجوعة من الإجراءات ولإصدار الفيز في الدول المجاورة لأفغانستان في دول مثل باكستان على سبيل المثال وهناك تقوية عمل السفارات الألمانية ربما لإستماح لهم تدريجيا أيضا بالوصول إلى ألمانيا ولكن عملية الإجلاء التي قام بها الجيش الألماني انتهت مهمتهم العسكرية في القيام بذلك ننتقل الآن للموضوع التالي المجلة المتخصصة بالسيارات الأوتوموتوشبوت أعلنت أن شركة فاوفي عملاق صناعة سيارات الألمانية الفولكسباغن ستقوم أيضا تدريجيا بالانتقال إلى الغيار الأوتوماتيك بدل من الغيار العادي نعرف أن صناعات السيارات الألمانية شركات الرئيسية مرسيدس و بم في تعتمد بشكل أكبر كانت يعني لحد الآن على غيار الأوتوماتيك بينما الشركات الفاوفي والتابع لها أيضا الأودي بشكل خاص نعرف أن العديد من سياراتهم لا تزال يعني تأتي بالغيار اليدوي الهاند شالتونج ولكن الآن تم اتخاذ القرار ببتداء من 2023 البدء بالغاء يعني الهاند شالتونج نهائيا لبعض سيارات الفاوفي رح يبدو بالتيجوان الجيل الثالث في عام 2023 وأيضا بسيارة الباسات يعني ما عاد تجي بي هاند شالتونج رح تجي كلها أوتوماتيك حتى عام 2030 سيكون الانتقال كامل وسهتتحول كل سيارات شركة فاوفي يعني لم يعودوا بعدها يصنعوا أي سيارة فيها غيار يدوي رح تتحول كلها للغيار الأوتوماتيك غالبا أن هذه الخطوة يمكن أيضا اعتبارها بشكل أو بآخر يعني هي تحصيل حاصل فالأموال المدعة في تطوير أيضا الغيار العادي سيتم اختصارها الآن والتركيز على الغيار الأوتوماتيك ولكن منعرف أيضا كل الشركات الألمانية رح تنتقل تدريجيا إلى عصر صناعة السيارات الكهربائية أودي فوفي مرسيدس بيم في يعني حتى عام منعرف 2030 33 تقريبا الكل سينتقل إلى يعني عصر السيارات الكهربائية أو الطاقات البديلة ولكن محركات الاحتراق سيتم التوقف عن تصنيعها كما أعلنت الشركات الرئيسية الألمانية وبالتالي السيارات الكهربائية أصلا فيها غيار واحد بعضها فيها غيارين مثل سيارة البوش تايكان مثلا فيها غيارين ولكن بشكل عام يعني المحركات الكهربائية الغيار فيها أبسط بكثير يعني وهو بشكل أوتوماتيكي فهذه الخطوة تعتبر بشكل أو بآخر أيضا تحصيل حاصل وهيك نكون عملنا جولة مهمة على مختلف الأخبار من ألمانيا أتمنى أن أكون أفتكوا من خلال المعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته